أصيب طفل جراء سقوط قذائف على أماكن سكنية في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق فيما استهدفت طائرات الأسد بعدة قذائف صاروخية أماكن في حي التضامن جنوب دمشق حيث يشهد القطاع الجنوبي من العاصمة قصفا مكثفا مستهدفا مواقع سيطرة تنظيم داعش وفي ريف القنيطرة استهدفت قوات النظام بالرششات الثقيلة أماكن عدة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية بالقطاع الشمالي للريف فيما وثق المرسد السوري مقتل رجل في بلدة سيدة بريف درع الشرقي تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للميليشيات الأسدية وفي حلب قصفت طائرات الأسد مجددا عدة مناطق بريف المحافظة الجنوبي مستهدفة قرية تل أحمر والضمان ومنطقة جبل الحص فيما استمرت الاشتباكات بين ميليشيات النظام والفصائل السورية المعارضة في الريف ذاته وفي ريف دمشق جددت طائرات الأسد قصفها الصاروخي على مناطق بريف العاصمة الجنوبي والغربية حيث أسقطت الطائرات الحربية نحو ثلاثين صاروخا على الأقل فيما وقعت اشتباكات متقطعة في ريف العاصمة بين ميليشيات النظام والفصائل السورية المعارضة تركزت في محاور في الريف الجنوبي والغربية وفي ريف إدلب جددت طائرات النظام الحربية قصف مناطق بالريف الأدلبي مستهدفة قرية أبو دالي بالريف الجنوبي الشرقي فيما ساد الهدوء جبهات القتال في ريفي حما وإدلب وسط غياب للطائرات الحربية عن سماء المنطقتين ترجمة نانسي قنقر